شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في خلوة المجلس الوزري لجامعة الدول العربية في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بدعوة كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أكد مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات المستمرة بين الأشقاء لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال كافة القضايا والبحث في سبل الارتقاء بآليات العمل العربي المشترك وتقوية مؤسساته ومعالجة الأزمات المختلفة وفي صدارتها العنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصبره ووضع أسس متطورة وفعالة للتعامل مع مختلف دول المنطقة في ظل الظروف والمستجدات وبما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار ومنع كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بمبادئ حسن الجوار وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هذه اللقاءات التشاورية بين الدول العربية هي أحدى الآليات المهمة لتعزيز المصالح العربية المشتركة لما ينتج عنها من نتائج إيجابية تصب في صالح الدول العربية ولما ترمي إليه من وضع حلول حاسمة للتحديات التي تواجه دول المنطقة بوجه عام وعلى هامشي خلوة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيره الخارجية في اجتماع اللجنة المعنية ببحث تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وذلك مع كل من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي السيد عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة وبحضور معالي دكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية تنفيذا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية والذي عقد مؤخرا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة وقد ناقش وزراء الخارجية أليات عمل اللجنة تمهيدا لرفع تقدير بتوصياتهم إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حيث يتم عرض الموضوع على الدورة المقبلة للمجلس ترجمة نانسي قنقر